يلا بينا نتعلم بيزنس بطريقة جديدة يلا بينا نتعلم بيزنس عن طريق الافلام لو انت بتحب البيزنس والافلام حمد الله على السلامة في المكان الصح حمد الله على السلامة انت مع أورجرامي مساء الفل انا اسمي مرام مختار بيزنس ترينر امت كونسلتن وتقريبا دي اول حاجة شخصية انا حاول علي انا واحد من هواياتي الافلام انا عبا حب الافلام جدا والافلام ممكن تضيف حاجة لقيمك الشخصية انا ممكن تفعج على فيلم والفيلم دا يؤثر فيك الفيلم دا انت ممكن تبص عليه وتعلم منه حاجة هل بقى في افلام ممكن تعلمك بيزنس قبل ما نخش في الحتة دي خلينا نقسم الافلام اللي ممكن تعلمك بيزنس لتو كاتيجرز واحد بيعلمك بيزنس بيزنس مواقف بيزنس قصص بيزنس في الاندستري دي الافلام اللي هيبت مسلا بتتكلم عن البورصة او افلام بتتكلم عن حاجة حصلت او شركة اتسست لا دي حاجة بيزنس خامل في فيلم تاني درامي معمول ما بين الناس قاعدة تتناقش الفيلم دا برضو انت ممكن تتفرج عليه وتتعلم منه سكيل تفيدك في البيزنس الفيلم دا احنا ممكن تعلم منه كزا وكزا وكزا يلا روح وشوفوه الفيديو دا مش اخر فيديو حنتكلم فيه الموضوع دا يعني النهار دا احنا هنتكلم عن سبع افلام السبع افلام دول احنا هنقول ايه اللي انت ممكن تعلمه منهم عشان تبدأ تشوف اه الفيلم دا بحتاجة تفرج عليه وازود نفسي في حتة دي ايه هم سبع افلام يلا بينا فيلم مقم واحد بويلر روم يعني بويلر روم التجامل الحرفية ليه هتبقى الاوضة اللي فيها الغلاية الفيلم في منتهى الجمال لو انت عايز تفرج على حاجة تعلم تعلم منها سيلز 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 سكيلز او اوفيس بوليتيكس طيب واحدة واحدة ايه الفرق واحد يعني سيلز باشا علم المبيعات كل اللي عايز تفهمه هتفهمه من الفيلم دا طب اتنين سيلز سكيلز فين ديزل في الفيلم دا عمل عدد واحد مكالمة مخيفة يعني ايه تمسي كلينت من الاول تمشي بيه الفيزس بتاعت المبيعات تخليه قولك اه اه يلا نعاش تري منك دا غير لما تفهم على المبيعات ما هو انت لما تكون فهم على المبيعات فيه او عايف تعيش جواه غير لما تكون عندك مهارات بيع ثلاث حاجة احنا قلنا عليها قلنا اوفيس بوليتيكس يعني ايه اوفيس بوليتيكس يعني حضرتك بقيت قادر تفهم ان مديرك دا طريقته عاملة ازاي فتعرف ازاي تأثر عليه او ان الموظف اللي جنبك دا هو طريقته كده وهو بيأسفم فتبقى عارف ازاي تعدي منه الفيلم برضو في الحتة دي دي حاجة في منتهى الاهمية ولازم لو انت شغل في مجال السيلز ما يعديش عليك فيلم بويلر روم الفيلم بيتكلم ببساطة عن شركه فتحت و الدنيا ماشت 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 وفجأة ولا الهواء انتعلم ايه الفيلم دا انتعلم ان ما تحط النس مش اكفاء في مكان مهم جدا اتنين ايه ايه العواقب بتاعت دا يعني ازاي دا بيحصل او ايه اللي بيخلي ناس رجل لا انت مش مش كوف في المكان دا ايه اللي بيخلي دا يحصل عشان يجي يقعد في المكان دا واتنين اللي بيحصل نتيجة ايه دا الفيلم في منتهى الجمال لو حضرتك في مجال ريادة الاعمال او لو حضرتك في كوبريت وولد او خلاص لانت شغل في شركة لكن عايز تفهم عايز انت اللي هو ايه هو انا دلوقتي في السينايرو اللي حاصل دا نتيجة اللي ايه اه تمام حيفهمك انت فين حيفهمك انت فيان واحدة حيفهمك انت فيانه فيز قبل لا قدر الله طبعا ما الشركة خلاص تروح خالص لان هو دا اللي حصل في الفيلم تلاتة دا واحد من اجمة الافلام اللي احبها دا دا جيري ماكوير الان فيلم بطوله توم كروز والفيلم بيكلم ببساطة عن لعيب امريكا في فوتبل ولعيب الامريكا في فوتبل الواحد هو اللي مسك اعماله اللي هو مدير الاعمال طيب الفيلم مهم لمين الفيلم المهم لاكارونت ماناجز او لاي حد شغال ماقد بيرعا في حاجة ممكن انتقول بها да كونت مانجر فينام� pixel ماكون اكارونت مانجر في فينطس يمكن ان يكون في أي شكل انت رجل دامسكو وانت باشر بكل حاجة ستقول عليها ما تدقاش انا اللي بعمله لك وانا اللي من شاهلك فالم ده انا تعلمت منه حاجتين في منتهى الجمال واحد يعني ايه اكراونت او ايه الا انت تتبذله من جهد فرعاية الاكراونت اللي انت ماسكو او فرعاية الحساب اللي انت ماسكو اتنين كواليتي اوور كوانتيتي باشر مش مهم يكون معك عشرة اكراونتات انه بيكون مع اكاونت واحد بس ماشيه بحق ربنا بس بيديه بحق ربنا اربعة مارجن كول سلاش دبيك شورت مصرقة احد الوقت قلنا فيلمين في نقطة اقام اربعة لان الفلمين بيكلموا عن الازمة العالمية الاقتصادية اللي حصلت 2008 الازمة الاقتصادية دي انت لو فهمتها هتفهم حاجات كتير جدا من النظام الاقتصادي في العالم ماشي ازاي ليه امريكا هي اللي بتأثر على كل البلاد دي وليه امريكا لما وعد زي كده قال لك الدومينو افكت او تأثير الدومينو اثرت على كل العالم هتفهم بقى جوه الفيلم بقى يعني اوفيس بوليكس اكتر حتى من اول فيلم ما احنا تكلمنا عليه بولر يوم هتفهم اكتر ان في مشهد فيه جيريما ايرنز او الرجل السي ا او يعني التعال الشركة كان قاعد معهم فقال المهندس اللي لقى لعيب قال له بقول لك ايه كلمني كأنك بتكلم جولدن ريتريفر او كأنك بتكلم عاجل صغير انا عايز اكدلك ان انا موصلتش لمكاني ده بسبب خبرتي او بسبب مؤهلاتي لا 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 انا وصلت هنا بسبب علاقاتي وبسبب الحاجات اللي انا عملتها عشان تخلينا عفوصل هنا فيلم في منتهى الجماد ده بيك شورت متصور بطريقة هزلية شوية لكن برضو هنتعلم منه كتير قوي برضو عن الازمة العالمية خمسة ده فاندر سلاش جوبس سلاش ده سوشيال نيتورك احنا كده قلنا في نقطة اخوة خمسة ثلاث افلام ماينفعش حداك تكون في مجال الانتربينيرشيب ماينفعش تكون حداك بتفكر تفتح سمول بيزنس ماينفعش حداك تكون بتفكر تشتغل في واحدة من دول ماينفعش من غير ما تكون عايف قصة مكدونالدز من غير ما تكون عايف قصة ستيف جوبس من غير ما تكون عايف قصة فيسبوك والذي أيضا احقاقه للحقه لكي لا تبقاش فيه مسؤولية على أورجرام مسؤولية إثة كان يعني أو مسؤولية أخلاقية الذي طلع مارك زوكربيرج الرجل بتاع فيز بوكاني وقال إن الفيلم خيالي قال إن الفيلم ده ما يمثلش قصة حياتي لكن الفيلم ذات نفسه برضو بيتكلم في بيزنس كويس وبيتكلم في أوفيس بوليتكس كويسة وبيتكلم في بارتنرشيب إشيز أو في علاقات ما بين الشركة حصل إيه بالزبط في الفيلم امست سي لو حضرك مانتريست في مجال فتح البزنس سواء ده ستارت ام أو سمول بزنس ستة دي انترن يعني إيه كلمة دي انترن دلوقتي لو أنت رجل لسه متخرج من الكلية أو في تالتة أو في رابعة كلية بتروح شركة تقولوا طبعا جماعة أنا عايز حاجة كده إيه يعني أخذوا يا فلوس الليلة جدا وتعلموني وديني بتعلم وأنتم بتسحلوني في حاجات واناسمي انترن بعمل انترنشيب روبرد دينيرو في الفيلم ده بعد ما طلع على المعاش وزوجته ترفت قال لا أنا مش هزعت في البيت أنا عايز أنزل وروح ومجاش قدامه غير انترنشيب الفكرة ان هو رجل بعد الخبرة الكبيرة دي دخل ستارت اوب وبدأ يشتغل في حاجة أقل كتير من مؤهلاته وفي نفس الوقت هو تساتيك اندستري وحاجة لي علاقة بالتكنولوجي وبتاع وحاجة لي علاقة بالفاشل وهو ما ولا كان شغال تكنولوجي ولا كان شغال فاشل ومش فاهم قوي الفيلم هيعلمك قيمة واهمية حتى لو روبرد دينيرو او اللي زيه ما لهمش خالص في التكنولوجي وما لهمش خالص في البزنس مود اللي احنا نشغالين فيه لكن الراجل ده بقى له تلاتين اربعين سنة شعر وبيض في القصة لازم تقعد تسمعه ايه تناح هتعلم من الفيلم ده؟ اهم من اي حاجة هتتعلم يعني ايه كوتشنج يعني ايه منترشب يعني ايه الراجل ده يعني ايه ست ديش يعني ايه راجل ده مدربي ويعني ايه راجل ده لأ ده انا انا محتاجة روح لرجل ده اععد معاه لانه راجل ده معلمي الفيلم في منتحة الجمال وبرده امصي بالنسبالي سبعة واخر فيلم معنا الفيلم مجابش كلمة بزنس والفيلم قديم جدا والفيلم ساعة ستة وثلاثين ديئة الفيلم قصير وقديم حاجة وخمسين او حاجة وستين ولو انت شفت الفيلم هتقول ايه يا مروان ايه علاقة ده بالبزنس ايه يا جماعة انتم بتخذروا الفيلم ده اكتر فيلم في فيدني في البزنس ده من النوع التاني اللي اقول لكم عليه النوع اللي انت تطلع منه الاتيوت بتاعك متغير والاتيوت ده هتخليك يبقى عندك سكيل تانية تبدأ لما تروح الشغل بكرة او بعديها يعني بفترة على حسب انت هتأثر قدقي بسرعة هتروح الشركة لا ده واحد تاني 12 انجلي من بيحكي عن 12 رجل قاعدين في قوضة هم محلفين في النظام الامريكي او في النظام الدستوري الامريكي وبياخدوا قرار في انه واحد ياخد اعدامه لا لا في 11 واحد موافقين هو ياخد اعدام او يتطبق عليه يعني الحد الاقصى لعقوبة وفي واحد بس مش موافق يعني ايه بقى ثبت على الموقف يعني ايه ادارة نقاش صعب يعني ايه فهم نوايا البناء قدمين والتحكم بيها يعني ايه تايم مانجمنت في ان انت فيه وقت ممكن يطول منك لكن لا يا جماعة دي حاجة مهمة ويجب ان ايه نقتند ليها الفيلم بالنسبة لي ده ده مستند يعني عايف انت لو ايه اكتر فيلم ممكن لازم تشوفه ويتسا مست مست يفهمه زي ما قلنا لكم ده مش اخر فيديو في السلسلة دي احنا كل فترة كده حنختار عدد من الافلام حتى لو الفيلم ده مش بيزنس بيور لكن حنقول الفيلم ده ممكن تعلم منه البيزنس كيل دي ودي ودي لو كنت تعجبك ما تنساش تشيرو افتكري ان احنا بننزل كنت مختلف على انستجرام ولينكد ان طبعا لو انت مش عمل لايك على فيسبوك هزار وسبسكرايب وشير يعني بص خد لك لافة في كل البلاد فورمز كده ودور علينا اشوفكم دائما لقال في خير ودائما بنتطوره اشتركوا في القناة